نوع تاني من انواع الحركة اسمها حركة الترافلنج الترافلنج زي ما انت بتسافر بتركب عربية الكاميرا هي كمان بتركب عربية بس تركب عربية وتصور حد قدامها أو حد وراها ف выходنا الكاميرا بتطارد هدف فيعني بنشوفها كتير بتبقى في عربية بتتحركوا الكاميرا ورا انا وبيتحركوا او بس خلي بالك ده هما اللي اتنين مش ملتزمين ببعض يعني ممكن الكاميرا تحرك كدة وممكن الهدف بتاعها تحرك كده والعكس ممكن يمشي قدام بعض تمام بس في الاخر الكاميرا هنا في العربية دي بتصور العربية دي يعني الكاميرا محطوطة في العربية دي بتصور العربية دي طيب لما الكاميرا بقى تلف وتقبى بتصورنا انا يعني انا بسائق كده والكاميرا بتصورنا انا تمام والعربية ماشية بس دي مش حركة كاميرا دي متعتبرش حركة كاميرا دي مش حركة كاميرا لان حركة الكاميرا هي اللي الكاميرا فيها بتتحرك ومنفصل عن الابجيكت اللي هي بتصوره كان أنا هنا الكاميرا ثابتة وأنا ثابت وفريم بتاعي ثابت وفش أحجة بتتحرك أقل عربية بتتحرك بس الكاميرا ثابتة فدي أصلا مش حركة تتعمل الحركة اللي بعدها هي حركة الـ Free Movement أو الحركة الحرة اللي هي فيه ناس بتقول عليها الـ Steady Cam Movement أياً كان الحركة الحرة هي عبارة عن أننا الـ Steady Cam تو متعلقة أو المعدة اللي هتخلينا ننفذ الحركة دي متعلقة كده والكامير تو متعلقة عليها أو ثابت عليها وفيها طبعا استيبلايزر للإهتزاز عشان خاطر الصورة ما تتهزش جامد وأنا ماشي والكاميرا بتقوى بعبارة عن جزء مني أو جزء من جسمي وبتحرك بها حركة حرة فقدر بقى أن أنا أروح بها يمين شمال ألف فجأة أنط من مكان لمكان أتحرك زي ما أنا عايز بيسمها الحركة الحرة أو الفري موفمينت ممكن بقى أنفزها بالستيدي كام بالفري فلاي بالرينون بالأزمو بأي أن كان حتى لو بإداية المهم أنه يسمعها الحركة الحرة أو الفري موفمينت حاول برضو تتفرج كتير على حاجات فيها فري موفمينت عشان تستوعب الموضوع أكتر وتفهمه وهي حاجة برضو من أحسن الحاجات اللي أنت ممكن ترجع لها في شغل